من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض محمد مرحبا بك آخر التطورات من عندك نعم أعلنت قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط قرابة 172 مواطنا ضحية الغارات الإسرائيلية وضحية أيضا القصف والتوغل الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة وهذا خلال 24 ساعة الماضية أضف إلى ذلك فإن ميدانيا على الأرض إسرائيل لازلت تتحرك في خان يونس على وجه التحديد على اعتبار أن هذه النقطة المركزية التي يدفع الجيش الإسرائيلي دباباته وألياته وأيضا يتوغل في مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة صباح هذا اليوم شنت طائرة إسرائيلية مسيرة صغارة جوية على عدد من المواطنين تحديدا في المناطق الشمالية لرفح جنوب القطاع أدى ذلك إلى سقوط ضحايا وإصابات في صفوف من كان يتوقف في الشارع الواصل بين خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة أيضا في وسط قطاع غزة واصلت الطائرات المسيرة الإسرائيلية إطلاقها للرصاص وإطلاقها أيضا للصواريخ على عدد من الأهداف تحديدا في المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبوريج هذه المناطق التي شهدت توغلا بريا من قبل الدبابات الإسرائيلية لكن في ساعات فجر أمس انسحبت هذه الدبابات إلى المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبوريج وتمركزت في تلك النقاط وأطلقت الرصاص وأيضا المدفعية التي لا تتوقف عن قصف الأهداف المتفرقة كان أبرز وآخر هذه الأهداف في محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع حيث قصفت الدبابات الأراضي المجاورة لمشفى ناصر الطبي الذي يعمل بإمكانيات ضئيلة ومنخفضة وهذا بفعل القصف المتواصل وأيضا عدم وصول كل المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة على اعتبار أن المنطقة أصبحت منطقة قتال بعدما دفع الجيش الإسرائيلي ساكني تلك المناطق للنزوح في منطقة المواصل وأيضا في محاوثة رفع جنوب القطاع تحديدا إلى الجوار من الحدود المصرية حتى مناطق خان يونس في جنوب قطاع غزة وزير الدفاع الإسرائيلي في بداية هذا الأسبوع تحدث عن خفض وطيرة الهجمات في جنوب القطاع هل رصدتم أي انخفاض بالفعل؟ لا شك أن منحنى الغارات قد انقفض عن الأيام التي مضت وأيضا نشاهد وأيضا لافت بأن العملية البرية أصبحت بشكل أبطع من الأيام التي مضت وهذا يعني بأن هناك انخفاض في كل العملية العسكرية سواء جوا أو بحرا وحتى الزوارق فقط هي تحافظ على تمركزها قبالة شواطئ محافظات جنوب قطاع غزة وتطلق الرصاص بين الفين والأخرى بعدما كانت تطلق القذاف اتجاه الخيام واتجاه النزعين تحديدا في المناطق الجنوبية ومناطق القتال والتوغل البري لكن اليوم لا زالت الفصال الفلسطينية تواصل صدها للآليات العسكرية الإسرائيلية المتوقفة في محيط منطقة الكلية ومنطقة بطن السمين وقزان النجار وهي مناطق تتبع مباشرة إلى محافظة خان يونس الذي يتمركز الجيش الإسرائيلي ويقوم بعملية تسهير مصيرات وأيضا يطلاق القذاف كما تحدثنا في بداية الرسالة لكن عمليا على الأرض إسرائيل تواجه الآن مقاومة صعبة جدا في خان يونس تحديدا في المناطق الشرقية لهذه المحافظة وأيضا الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه للمنازل المدنية وأيضا البنايات السكنية كانت أبرزها صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخ اتجاه بناية سكنية في المناطق الشرقية لمحافظة رفع أدى ذلك إلى سقوط قرابة 19 ضحية من عائلات متعددة كانت قد نزحت في بناية سكنية تحديدا في مناطق شرق رفع جنوب قطاع غزة من رفع جنوب قطاع غزة مراسل حدث محمد عوض شكرا جزيلا لك